الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأصلي وأسلم على خير الخلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد ما زالت صورة النور تضيء لنا الطريق وثلسم لنا معالمة وتبين لنا صفات الفرد المستحق للتمكين التمكين الذي يوعد الله تعالى لهذه الأمة وعهد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولو مكنن لهم دينهم الذي اقتضى لهم ولو بدلنهم من بعد خوفهم أمنة التمكين إقامة الدين التمكين نشر الإسلام الذين إن مكننهم في أرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا المعروف ونوعا منكر نحن أمة النور نحن أمة الهداية نحن أمة الشهود نحن أمة الوسط ما نبغي أن نتراجع ولا أن نخزل ولا أن ننكسر ولكن أن نصطديق بنور القرآن وأن ننهضى بنور الله سبحانه وتعالى لنضيء للبشرية أنوار الطريق لنأخذ بيدهم كما أمرنا الله تعالى لنخرج الناس من الظلمات إلى النور كما خرج ربعي بن عامر رضي الله عنهم وسأله رستم من أنتم قال نحن قوم ابتعصنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى ساعة الدنيا والآخرة من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام ونور العفة ونور الفترة كذلك الصورة المباركة ترسم هذه المواصفات للفرض المستحق للتمكين فتقول أن الفرض المؤهل للتمكين لابد أن يكون عفيفا لابد أن يكون عفيفا وتتحقق هذه العفة بالزواج وبغض البصر وبالاستعفاف وأن يتحقق بمواصفات الرجول في الإسلام بأن يتبتعد عن الفاحشة بكل صورها وأشكالها وقد بدأت الصورة بداية مفزعة في بداية الصورة بعد المقدمة المبهجة لهذه الصورة صورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون فكانت الانطلاق في هذه الصورة الزانية والزاني فاجدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولتأخذكم بهم رأفة في دين الله واسمع إلى الآية وتدبر فيها اسمع لها كيف يبدأ الله تعالى هذه الصورة بهذا التفزيع وهذا التفزيع لهذا المشهد الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة والله تعالى في الغالب في القرآن في عرف القرآن لا يبدأ بالمرأة قبل الرجل ولكن في الأصل يبدأ بالرجل قبل المرأة الرجال قومون على النساء فالأصل أن الرجل يذكر قبل المرأة في القرآن الكريم ولكن في هذه الحالة الزانية والزاني فبدأ بالمرأة قبل الرجل لأن المرأة في هذه الحالة هي التي فتحت الباب لولا أنها فتحت الباب ما تم أمر الزنا فالمرأة هي المسؤولة الأولى عن أمر الزنا هي التي فتحت الباب فالشيطان لا يدخل إلى بيوتنا ولا إلى قلوبنا من نفسه ولكن يفتح له الباب فتحت له الباب يوم أن سمحت بتواصل غير مشروع فتحت له الباب يوم أن ظهرت بتعري لبدنها أو بكشف لسوقاتها أو بتخنيص في كلامها أو بنوع من الفجور في تعاملها أو من نشر لصورها أو أي صورة من صور الفرش أو من تنازل في تعامل هنا أو هناك أو خلوة هنا أو هناك أو سفر هنا أو هناك أو تنازل هنا أو هناك أو تقليد للفاجرات الفاحشات هنا أو هناك كل هذا فتح البرد فتحملت المسؤولية ولا يعني هذا أن الرجل ليس مسؤولا ولكن نحن نقول بداية المسؤولية كانت على مرأة ولكنه مسؤول لأن الرجل لا يكون رجلا إلا إذا كان منضبطا يستطيع أن يحفظ عورة الناس ويستطيع أن يقول لاك ويستطيع أن يقف ويستطيع أن يتحقق بالعفة معاذ الله إنه ربي أحسن مثوي إنه لا يفرح الظالمون أما من يقع في الزنا فإنه قد أهضر كرامتها واعتدى على عورات خلق الله سبحانه وتعالى واعتدى على حدود الله ليس حدود الناس اعتدى على الحدود التي وضعها الله تعالى فاعتدى على حدود الله جل في علا ولذلك هذه الحرب المستعرة لنشر الفحش ونشر الزنا وتيسير أمر الزنا هنا وهناك والجميع ينشر الصور وينشر الفيديوهات ومؤسسات دولية في العالم تصرف مليارات لتساحل موضوع الفحش عند الناس لأن الفحش هذا يهدم المجتمعات يهدم الإنسان ويهدم الأسرة وإذا انتشر الفحش في قوم لا قوام لهم ولا نجاح لهم وإذا انتشر في أمة تحمل قيمة الإسلام فإنها لا يمكن أن تتحقق بالتمكين ولا تتحقق بالرجولة ولا تكون أمة النور لأن الفحش ظلم والزنا ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ولذلك قال تعالى ولا تقربوا الفواحش لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن